السلام عليكم عزاء طلاب الصف الحادي عشر من المسار العلمي ومسار الإنسانيات مرحبا بكم من جديد ونتمنى أن تكونوا بصحة وعافية نواصل دروسنا مع الوحدة الأولى إدارة المشاريع ونقدم لكم اليوم درسا جديدا بعنوان مراجعة المفاهيم النظرية لقد أصبحت المشاريع من حولنا في كل مكان لذا تعرفنا في هذه الوحدة يا عزاء الطلاب على مفهوم المشروع وأهمية العمل كفارق واحد بالإضافة إلى مفهوم عملية إدارة المشاريع وواجبات مدير المشروع وسماته كما استخدمنا برنامج جانت بروجيكت لإنشاء مخطط جانت وتتبع مراحل سير المشروع وإدارة مختلف الموارد كما تعرفنا على مفهوم العمل عن بعد وقارن بين إيجابياته وتحدياته وفهمنا عناصر خطة الجودة وخطة إدارة المخاطر بالإضافة إلى عديد المفاهيم النظرية والمهارات العملية التي اكتسبناها ضمن أربعة دروس هي أولا مقدمة إلى إدارة المشاريع ثانيا تخطيط نطاق ووقت المشروع ثالثا إدارة الموارد ثم أخيرا تحسين العمليات في المشروع أهداف الدرس يتوقع في نهاية هذا الدرس أن تكون عزيز الطالب قادرا على تذكر مختلف المفاهيم النظرية المكتسبة خلال الوحدة الأولى بالإضافة إلى حل جميع تطبيقات الكتاب المدرسي ننطلق الآن أعزاء الطلاب مع الدرس الأول ونبدأ بالتدريب الأول في الصفحة الثامنة عشر من الكتاب المدرسي وفيه سنكمل الفراغات فيما يلي باختيار الكلمات المناسبة من الجدول الآتي أولا المشروع عبارة عن سلسلة منه والتي تحتاج إلى الإكمال من أجل الوصول إلى نتيجة محددة الجواب المشروع عبارة عن سلسلة من المهام والتي تحتاج إلى الإكمال من أجل الوصول إلى نتيجة محددة ثانيا يتكون مثلث إدارة المشاريع من ثلاث محددات هي النطاق والزمن والتكلفة ثالثا تعتبر تكاليف رواتب العمال من التكاليف الجواب الثابتة رابعا يطلق على العملية التي تتضمن مراحل البدء والتخطيط والتنفيذ والتحكم والإغلاق لتحقيق أهداف المشروع في زمن محدد اسم الجواب إدارة المشروع خامسا عند تطبيق مبادئ إدارة المشاريع نتمكن من توفير الوقت والجهد وذلك بالتركيز على الأولويات سادسا الأطراف المعنية هم الأشخاص أو المؤسسات ذات الاهتمام بالمشروع وتتأثر بمخرجاته سابعا من واجبات مدير المشروع وضع خطة المشروع ثامنا يتولى مدير المشروع مسؤولية تحفيز فريق عمل المشروع والتأكد من التزامهم بجدول العمل تاسعا الوثيقة الرسمية الأكثر أهمية في المشروع هي الجواب خطة المشروع ثم أخيرا من أمثلة برامج إدارة المشاريع برنامج Gant Project ننتقل الآن أعزاء الطلاب إلى التدريب الثاني من الصفحة التاسعة عشر وفيه سنختار الإجابة الصحيحة أولا المشروع لا توجد به أي مخاطر أم لديه نقطة بداية ونهاية واضحة أم ليس له جدول زمني محدد الجواب المشروع لديه نقطة بداية ونهاية واضحة ثانيا تتشكل محددات مثلث إدارة المشاريع من ثلاث محددات هي النطاق والزمن والتكلفة أم النطاق والقيمة والقدرة أم النطاق الجدول الزمني والإنجازات الجواب تتشكل محددات مثلث إدارة المشاريع من النطاق والزمن والتكلفة ثالثا الأطراف المعنية يمكن أن يقوم بتقديم الملاحظات والإنجازات أم ليس لهم أي مشاركة في المشروع أم تنتهي مشاركتهم في المشروع عند انتهائه فقط الجواب الأطراف المعنية يمكن أن يقوم بتقديم الملاحظات والإنجازات نمر لنا عزاء الطلاب إلى التدريب الثالث في الصفحة العشرين من الكتاب المدرسي وفيه سنشرح باختصار خصائص المشروع الجواب يتميز المشروع بأهداف واضحة وبجدول زمني ونطاق عمل محدد وكذلك بوجود ميزانية وموارد محددة ويتضمن سلسلة من الأنشطة المتسلسلة والمترابطة وأخيرا لا يجب أن ننسى بأن المشروع يواجه مخاطر وتحديات يجب الاهتمام بها أسؤال الثاني أكتب مثالا على مشروع تكنولوجيا المعلومات في دولة قطر الجواب يمثل مشروع بوابة الدفع الإلكتروني والذي تم تنفيذه بشكل مشترك بين وزارة النقل والاتصالات وبنك قطر الوطني مثالا رائعا على مشاريع تكنولوجيا المعلومات حيث سيساعد هذا المشروع الجهات الحكومية على تقديم خدمات الحكومة الإلكترونية بشكل سريع وفعال انتهينا عزاء الطلاب من تدريبات الدرس الأول ونمر الآن إلى تدريبات الدرس الثاني تخطيط نطاق ووقت المشروع ونبدأ بالتدريب الأول في الصفحة الثامنة والثلاثين وفيه سنختار الإجابة الصحيحة أولا تبدأ المهام الفرعية للمشروع في الترابط مع بعضها البعض أثناء العمل على المشروع أم في بداية المشروع أم عند انتهاء المشروع الجواب تبدأ المهام الفرعية للمشروع في الترابط مع بعضها البعض أثناء العمل على المشروع ثانيا خصائص المشروع تتضمن الجواب اسم المشروع والمؤسسة القائمة عليه ثالثا لبدء العمل في برنامج جانت بروجيكت يجب علينا أولا تغيير بعض الإعدادات الأساسية مثل المظهر وعدد النقاط في كل بوصة أم تغيير بعض الخصائص الأساسية مثل اسم المشروع والمؤسسة القائمة عليه وما هي الأيام المعتمدة كعطلة نهاية الأسبوع أم تغيير بعض الإعدادات الأساسية مثل لون المهمة واختصار اسم المهمة الجواب لبدء العمل في برنامج جانت بروجيكت علينا أولا تغيير بعض الخصائص الأساسية مثل بروجيكت نيم اسم المشروع والأورجنيزيشن المؤسسة وما هي الأيام المعتمدة كعطلة نهاية الأسبوع نمر لنا عزاء الطلاب إلى التدريب الثاني في الصفحة التاسعة والثلاثين وفيه سنكمل الفراغ فيما يلي باختيار الكلمات المناسبة من الجدول الآتي أولا يتم تحديد المهام الأساسية في مرحلة الجواب التخطيط لنطاق المشروع ثانيا قد يؤدي سوء تقدير الوقت إلى انحراف المشروع عن مساره ثالثا يمثل المعلم الرئيس نقطة تحول ينتقل فيها المشروع إلى مرحلة جديدة رابعا يطلق على آخر وقت أو تاريخ لإكمال جميع مهام المشروع اسمه الموعد النهائي خامسا إن تحديد الموعد النهائي يحسن من انضباط فريق العمل سادسا يتم تقسيم المهام الأساسية في المشروع إلى مهام مفرعية نمر الآن عزاء الطلاب إلى التدريب الثالث في الصفحة الأربعين وفيه سنعدد ميزات تحديد الموعد النهائي الجواب يحدد الموعد النهائي جدولا زمنيا للمشروع ويحسن من الانضباط وأخلاقيات العمل وكذلك يساعد في الالتزام بأهداف المشروع كما ويقلل من التأخير والمماطلة في إنجاز المهام ويمنع جدولة الالتزامات بما يتجاوز الإمكانات المتاحة مما يضفي إحساسا بالإنجاز والنجاح ننتقل الآن عزاء الطلاب إلى الدرس الثالث إدارة الموارد ونبدأ بحل التدريب الأول في الصفحة الرابعة والخمسين من الكتاب المدرسي وفيه سنذكر أهم النقاط التي يجب مراعاتها لنجاح العمل الجماعي الجواب من بين أهم النقاط التي يجب مراعاتها لنجاح العمل الجماعي نذكر أولا تنوع التخصصات والمواهب وتكاملها داخل فريق العمل ثانيا التوازن في توزيع المهام على الأعضاء كل فيما يتميز به ثالثا مشاركة الأعضاء في صناعة القرارات داخل الفريق بشكل فاعل رابعا وجود قنوات اتصال فاعلة بين مدير المشروع ومختلف أعضاء الفريق خامسا توفير بيئة عمل تسمح بالتعبير عن الرأي والنقد البناء بكل ياريحية سادسا حل الخلافات والنزاعات بين الأعضاء بشكل سريع ننتقل الآن إلى التدريب الثاني في الصفحة الخامسة والخمسين وسنقوم فيه باختيار الإجابة الصحيحة من بين الاحتمالات الواردة أولا الموارد مطلوبة من أجل تنفيذ مهام المشروع أم هي مجرد معدات لمشروع أم لا نحتاجها في المشاريع الجواب الموارد مطلوبة من أجل تنفيذ مهام المشروع ثانيا العمل الجماعي يزيد من احتمالات سوء الفهم والنزاعات أم يقلل من وجود وجهات النظر والآراء المختلفة أم أنه يعزز الإبداع والتعلم الجواب العمل الجماعي يعزز الإبداع والتعلم ثالثا الفرق الفرعية قد تكون ضرورية للعمل معا بكفاءة أم أنها لا توفر الوقت للمشروع أم تتعامل مع المهمات المحددة لها دون تحديد فترة زمنية محددة الجواب الفرق الفرعية قد تكون ضرورية للعمل معا بكفاءة ننتقل الآن إلى التدريب الثالث في الصفحة السادسة والخمسين وفيه سنحدد مفهوم الموارد في المشروع وما هي فئاتها الجواب يمكن أن تكون الموارد في المشروع بشرية أو معدات أو تسهيلات أو تمويلا أو أي شيء آخر مطلوبا لإنجاز مهام المشروع ويمثل الافتقار أو العجز في بعض تلك الموارد الموارد عائقا أمام إكمال مهمات المشروع وتنقسم الموارد أعزاء الطلاب إلى موارد قابلة للتخزين وهي موارد ملموسة يمكن تخزينها أو تحويلها إلى سيولة عند الحاجة مثل الأدوات والآلات والمعدات وموارد غير قابلة للتخزين وهي موارد غير ملموسة ويصعب تقدير قيمتها المالية ولكنها تساهم في تنفيذ عمليات المشروع وجودة المنتج مثل الترخيص والعلامات التجارية وسمعة الشركة المنفذة للمشروع ننتقل الآن عزاء الطلاب إلى الدرس الرابع تحسين العمليات في المشروع ونبدأ بحل التدريب الأول في الصفحة السادسة والستين وفيه سنختار الإجابة الصحيحة من بين الاحتمالات الواردة أولاً في المشروع توجد بعض المهام التي تعتمد على مهام أخرى أم أن جميع المهام مستقلة عن بعضها البعض أم أن جميع المهام تعتمد على مهام أخرى الجواب في المشروع توجد بعض المهام التي تعتمد على مهام أخرى ثانياً تعرف تبعية المهمة بأنها علاقة اختيارية أم منطقية أم غامضة الجواب تعرف تبعية المهمة بأنها علاقة منطقية ثالثاً تغيير المهمة لا يؤثر على المشروع أم لا يمكن أن يتسبب بتأجيل المشروع أم قد يتسبب بتأجيل المشروع الجواب تغيير المهمة قد يتسبب بتأجيل المشروع نواصل مع التدريب الثاني في الصفحة السابعة والستين وفيه سنعرف مصطلح العلاقات في المشروع ونذكر الأنواع الممكنة من العلاقات المنطقية الجواب الجواب العلاقة في المشروع هي التبعية بين مهام المشروع أو التبعية بين مهام المشروع ومعالمه وتوجد أربعة أنواع ممكنة من العلاقات المنطقية بين المهام وهي النهاية للبداية وفيها يجب إنهاء مهمة قبل البدء بالمهمة التالية أو النهاية للنهاية ويشترط في هذا النوع من العلاقة أن تنتهي مهمة ما لتنتهي مهمة أخرى ثم العلاقة من نوع البداية للبداية وفيها يجب أن تبدأ مهمة ما لتبدأ مهمة أخرى وأخيرا العلاقة من نوع البداية للنهاية وفيها يجب أن تبدأ مهمة ما قبل أن تنتهي المهمة الأخرى وهكذا أعزائي الطلاب نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا اليوم والذي قمنا فيه بمراجعة المفاهيم النظرية المكتسبة خلال الوحدة الأولى إدارة المشاريع مع خالص التمنيات لكم بالنجاح والتوفيق اشتركوا في القناة